إيران حركت صواريخها الباليستية في واحدة من أكبر المناورات العسكرية التي تقامت بها على الأطلاق مهددة فيها بضرب العمق الإسرائيلي بشكل مباشر بهذه الصواريخ الباليستية وحتى بالطائرات المسيرة في حالة تم الاعتداء عليها من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل من الأشكال وهذه كلها تمت من خلال وعن طريق مناورات عسكرية قاموا فيها بعمليات لمحاكاة لضرب عدد من المواقع واحد من أهم المواقع هو هذا الموقع الذي صمموه والذي يشبه مفاعل ديمونة تماما مفاعل ديمونة الإسرائيلي واستخدموا 16 صاروخا من الصواريخ الباليستية بهذا الشكل وكذلك 5 طائرات مسيرة ضربوا مباشرة هذا الموقع ودمروه بالكامل في رسالة واضحة جدا لإسرائيل إن اعتديت يا إسرائيل فمباشرة سنضرب مفاعل ديمونة في عمق إسرائيل بشكل مباشر ونتحدث هنا عن صواريخ يصل مدها إلى 1650 كيلومتر بل حتى إلى 2000 كيلومتر مسافات كبيرة جدا تغطي إسرائيل بأكملها والآن إذا ما إجينا إلى هذا التصميم الذي استخدمه الإيرانيون في هذه العملية والذي يشبه مفاعل ديمونة تماما هو لا يشبه وليس مفاعل ديمونة بأكمله بل هو جزء مهم جدا من مفاعل ديمونة وبارز للغاية فبالتالي إذا ما ذهدنا إلى مفاعل ديمونة بالقمر الصناعي هذا هو مفاعل ديمونة الموجود في الداخل الإسرائيلي وبالتالي إذا ما ألقينا نظرة إلى هذه النقطة فهذه النقطة هي التي صمموها والتي تشبه تماما التصميم الذي استخدموا به وقاموا بعملية محاكات أو عملية محاكات الضربة المباشرة إلى هذه النقطة دعونا نقترب منها الآن وسنلاحظ بأن النقطة هي بهذا الشكل إذا ما أخذنا هذا التصميم الذي قاموا به الإيرانيون ووضعناه فوق هذه النقطة من أجل المقارنة والمقاربة سنلاحظ بأنه يشبهه تماما بالجزئيات كاملة وبالتالي هم نجحوا في وضع تصميم مقارب جدا للغاية لهذا المفاعل المهم في الداخل الإسرائيلي وبالتالي إذا ما ألقينا نظرة وحاولنا أن نعرف أين تمت هذه الاختبارات يا تورا هل هي على الحدود العراقية الإيرانية أو غيرها هذا طبعا النقطة أولى النقاط وأهم النقاط الموجودة هو واحدة من الخطوط التي هي موجودة على الأرض التي تفصل تقريبا هذا المفاعل نصفين أو هذا التصميم لهذا المفاعل هذه أولى النقاط دعونا نذهب إلى صورة من الفيديوات أو الفيديو الذي نشر لطبيعة العملية والضربة التي قاموا بها بهذه الصواريخ الباليستية هذه الصورة قادمة من الفيديو الرسمية الإيراني طبعا هذا هو الخط الذي تحدثنا عنه على الأرض تقريبا يأتي بهذا الاتجاه كذلك لنلاحظ بأن هناك مرتفع وهناك جبل بهذا الشكل جبل عالي للغاية إلى غرب هذا الجبل وهو في الحقيقة ليس غرب بل هو جنوب شرق هذا الجبل وبداية تقريبا هناك منطقة اسمها منطقة نيباند بهذا الاتجاه وبالتالي هذه نقطة مهمة جدا لبداية الصعود إلى هذا الجبل وبالتالي على هذا الأساس بأخذ هذه العلامات إذا ما توجهنا إلى القمر الصناعي للمقارنة ومحاولة مقاربة هذا الموضوع هذا هو الخط الذي تحدثنا عنه وهذا هو المرتفع الذي تحدثنا عنه البسيط وهذا هو الجبل بهذا الاتجاه المقرب عن طريق الجوجل إيرث وبالتالي بهذه النقطة تقريبا كما تحدثنا تأتي منطقة نيبان وبالتالي هذا التصميم لمفاعل ديمونة الإسرائيلي هو تقريبا موجود هنا وبالتالي هنا تم الاختبار وهنا تمت الضربة بالصواريخ الباليستية وبالطائرات المسيرة أين ترى هذه النقطة؟ دعونا نلقي نظرة على الصورة الأكبر والخارطة الأكبر هذه هي خارطة إيران التي ترونها أغلب المناطق كما ترون الآن وهنا طبعا هذه هي الحدود العراقية الإيرانية طبعا هذا هو الداخل العراقي بهذا الاتجاه هنا العاصمة الإيرانية طهران النقطة التي نتحدث عنها هي جنوب شرق طهران على مسافة 677 كيلو مترا وكذلك هي تأتي إلى غرب نقطة مهمة جدا هنا في إيران اسمها برجند وهي إلى غربها طبعا على مسافة 157 كيلو مترا دعونا نقترب من هذه النقطة أكثر لنراها بصورة أوضح من القمر الصناعي هي تأتي بهذا الشكل هذه المنطقة هذا هو الجبل الذي تحدثنا عنه وهنا منطقة نيبان وهنا تقريبا المرتفع الذي تحدثنا عنه قد يكون غير واضحا بهذا الاتجاه ولكن بالتالي هنا تصميم المفاعل الذي جربوا عليه وقاموا بمحاكاة عملية ضربة مفاعل ديمونة الإسرائيلي بالتالي هنا نتحدث عن منطقة مفتوحة للغاية التي قاموا بها في عمليات التدريب على الأقل من هذه المحاكاة وهذه العملية المهمة التي نتحدث عنها الآن بالنسبة لهذه القضية هي ليست فقط الصواريخ الباليستية كما تحدثنا بل أن هناك نقطة مثيرة إلى وهي الطائرات المسيرة ليست الطائرات المسيرة بل المنصة التي استخدمت في الطائرات المسيرة هذه المنصة المثيرة هي أثارة انتباه الكثير من الأوساط هي تحمل خمسة طائرات مسيرة في نفس اللحظة وفي نفس الدقيقة وبسرعة تنطلق الطائرات المسيرة منها وتضرب النقاط التي تريدها بدقة عالية للغاية وإسرائيل ألمى أحدى المعاهد المهمة جدا الإسرائيلية انتبهت إلى هذه النقطة وقدروا من خلال هذه التغريدة الرسمية بعد مشاهدتهم ومتابعتهم لهذه الفيديوهات وجدوا بأن حزب الله وقدروا بأن حزب الله اللبناني يمتلك مثل هذه المنصات وبالتالي توقعوا تماما بأن تتم مهاجمة إسرائيل بالطائرات المسيرة إذا محتدمت الأمور باستخدام هذه المنصة التي نتحدث عنها أما الطائرات المسيرة الموجودة في داخلها فهي طائرات مسيرة مهمة جدا بالنسبة للإيرانيين هي انطلقت بهذا الشكل من المنصة عندما قاموا بعملية المحاكات لضرب مفاعل ديمونة الذي صمموه بشكل دقيق للغاية إذا ما اقتربنا من هذه الطائرة فهي طائرة شاهد 136 الإيرانية هذه الطائرة بحسب النيوزويك الأمريكية في شهر الواحد من هذا العام وجدت بأن هذه الطائرة يصل مدها من 2000 كيلومتر إلى 2200 كيلومتر يعني أيضا تغطي إسرائيل بشكل مباشر وتضرب بدقة عالية للغاية وعلى هذا الأساس وجدوا الآن بالنسبة لهذه الطائرات المسيرة أنه أيضا دقتها في الضربات هي كانت عالية للغاية مئة بالمئة كانت الأهداف في طبيعة هذه المحاكات لهذه الضربة المهمة جدا التي نتحدث عنها ولكن بريطانيا دخلت على الخط مباشرة وعلقت على طبيعة استخدام الصواريخ الباليستية من قبل الإيرانيين بهذا الشكل واعتبروا من هذه مخالفة لإحدى أهم القرارات التي صدرت من مجلس الأمن الدولي والمرقم بـ 2231 هذا القرار ينص على أن لا تستخدم الصواريخ الباليستية القادرة على رفع الرؤوس النووية بهذه الطريقة وأن يتم تجربها هذه مخالفة لقرار لمجلس الأمن الدولي ولكن إيران لم تهتم لهذه التعليقات البريطانية بل أن الصحفة الإيرانية كانت بالمرصاد الصحفة الإيرانية المقربة للحرصة الثورية الإيرانية اعتبرت بأن الصهايين الآن حصروا وخطوة واحدة وستضرب إسرائيل بشكل مباشر في حالة أي اعتداء تم على إيران على منشآت نووية أو على الأراضي الإيرانية بشكل مباشر وبالتالي تهديدات واضحة جدا من قبل الإيرانيين ومن قبل الحرص الثوري بشكل مباشر ولكن هناك أيضا تحرك مثير جدا تم في الداخل السوري أيضا وهذا طبعا التحرك رصدته ورصده المرصد السوري لحقوق الإنسان لهذه الطائرة أبابيل ثلاثة طائرة إيرانية أخرى تستطيع الطيران على مسافة 250 كيلومتر وتطير بسرعة 200 كيلومتر في الساعة الواحدة هذه الطائرة وجدوها فجأة تطير في الميادين غرب نهر الفرات ودعونا نلقي نظرة هناك ملاحظة مهمة جدا في هذه القضية هذه هي الميادين وهذا هو نهر الفرات غرب نهر الفرات سيطرة نظام بشار الأسد وكذلك الفصائل المسلحة الموالية لإيران على مستوى عالي وكذلك شرق نهر الفرات هي مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ووجودة قوات الأمريكية والتحالف الدولي بشكل كبير للغاية هنا وبالتالي هذه هي الميادين طائرة مسيرة أبابيل ثلاثة هي انطلقت من منطقة اسمها منطقة المزارع بهذا الاتجاه متوجهة إلى نقطة هنا تسمى قلعة الرحبة وبعد ذلك هذه الطائرة المسيرة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان هي استمرت بالطيران بهذا الاتجاه حتى وصلت إلى مزارعين علي هنا على مسافة ثمانية فاصلة ثلاثة كيلو متر تقريبا وبعد ذلك عادت إلى الميادين أدراجها ما هو المثير في هذه القضية؟ المثير بأن هذه المسافة التي قطعتها من قلعة الرحبة حتى مزارعين علي بهذه المسافة هي نفس المسافة تماما من الميادين متوجهة إلى هذه النقطة المتمثلة بقاعدة حقل العمر النفطي التي تأتي أيضا بمستوى ثمانية فاصلة ثلاثة أو ثمانية فاصلة أربعة كيلو متر بنفس الطريقة وبنفس المسافة وهذا قد يوضح بأننا أمام محاكات وعملية محاكات أخرى تجهيزا لهذه الطائرات لمواجهة حقل العمر النفطي ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بالمرصاد حيث أن في عملية وفي نفس التوقيت لهذه التجارب لوحظت بطائرات أو لوحظت طائرة مهمة جدا أمريكية تطير فوق الأجواء العراقية وهي طائرة تجسسية أمريكية كانت تطير بهذا الاتجاه كما تلاحظون لمسافة ولمدة حقيقة أكثر من أربعة ساعات كانت تطير هذه الطائرة بهذا الاتجاه تلاحظ هذا هو المسار الكامل لهذه الطائرة التجسسية وبالتالي نلاحظ بأنها حتى توقفت بهذه النقطة كثيرا لترصد الفصائل الموالية لإيران بهذا الشكل وبالتالي هي ترصد ما يجري في الميادين ما يجري في ألبو كامال وما يجري في دير الزور حماية لهذه قاعدة حقل العمر النفطي وقاعدة كونيكو وحتى قاعدة الشداد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية على مستوى عالي للغاية وهي تجمع المعلومات بشكل مباشر ومكثف وهذه الطائرة التي سجلت مؤخرا هي طائرة مسجلة بهذا الشكل كما تلاحظون هذه هي معلوماتها هي تابعة إلى سلاحة جو الأمريكي بهذا الشكل وهي بوينغ RC-135 ريفت جوينت واحدة من الطائرات الأمريكية المشهورة التي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال أخذت منها طائرات في عام 2018 وتستخدمها في عمليات تجميع المعلومات على المستوى الإلكتروني ولديها القدرة أيضا بالقيام بهجمات إلكترونية وصاروخية وغيرها ولكن هي تجمع المعلومات الآن على الحدود العراقية السورية هذا الشحن كله هو يأتي لسببين مهمة جدا لقضيتين جرت في ليلة الخميس على الجمعة الماضية وكذلك الأربعاء الماضية ما الذي جرى؟ الذي جرى أول قضية مهمة جدا هي تمت في الكنيسة الإسرائيلي لجنة مالية مهمة جدا في الكنيسة الإسرائيلي خصصت وعلى عجالة كبيرة جدا باجتماع خاص للغاية 2.4 مليار دولار إلى قوات الأمن الإسرائيلية من دون إطلاع النواب الموجودين في الكنيسة الإسرائيلي الذي هو يعتبر طبعا مثل البرلمان في داخل الإسرائيلي لم يطلعوهم على التفاصيل الموجودة من هذه الأموال وإلى أين وما الذي ستستخدم من أجله هذه الأموال بالإضافة إلى ذلك إلى هذا الرجل الذي هو تومير بار وهذا الرجل سيكون هو قائد سلاح الجو الإسرائيلي بدءا من شهر أربعة العام القادم 2022 وهذا الرجل صرح تصريحات مهمة جدا إلى يدعوت أحانوت الإسرائيلية وقال بصريح العبارة بأننا لو نريد ولو أردنا ضرب إيران غدا سنقوم بذلك غدا من دون أي مشكلة وبالإضافة إلى ذلك إلى أن هذا الرجل قال لا أستبعد أبدا في فترتي وعندما سأقود سلاح الجو الإسرائيلي بشكل مباشر أي شهر أربعة العام القادم قد تكون ضربة المشاءات النووية الإيرانية في فترتي لم يستبعد هذا الأمر ولكن على الرغم من هذه التصريحات والشحن الكبير جدا إلا أن هناك نوع من التهديئة السياسية ولكي نلقي نظرة على هذه التهديئة السياسية على عجالة فإن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية صرح مؤخرا وقال بالنسبة إلينا حتى لو فشلت المفاوضات النووية الآن التي تجري والتي فيها جلسة مهمة جدا يوم غد والبعض يعتبرها حاسمة فإننا سنبقى على تخصيب اليورانيون بنسبة 60% ولن نرفع التخصيب إلى نسبة 90% وهي النسبة طبعا نسبة الوصول إلى القنبلة النووية أما بالنسبة لإسرائيل نفس الكلام قالوا حتى لو فشلت المفاوضات النووية وما دام إيران ما توصل إلى 90% أو تصل إلى القنبلة النووية فليس لدينا أيضا مشكلة في هذا الموضوع وأصلا يدعوت أحرانو تأكدت بأن إسرائيل توعدت إلى جيك سولوفن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي عند زيارته إلى تل أبيب بأنهم لن يقوموا بأي ضربة أو بأي حرب إقليمية ضد إيران بأي شكل من الأشكال حتى لو فشلت هذه المفاوضات وكذلك يائر لابد وزير الخارجية الإسرائيلي كان واضحا ووضع الخيارات الثلاثة التي يفضلها الإسرائيليون من هذه المفاوضات النووية يائر لابد بصريحة العبارة قال بالنسبة إلينا أفضل صفقة تجري من كل هذه المفاوضات التي نراها هو أن يتم الاتفاق على اتفاق جديد لا علاقة له بالاتفاق الذي أبرموه أو أبرمته إدارة أوباما في عام 2015 اتفاق جديد مع إيران ليس هنا لك أي مشكلة بالنسبة إلينا كإسرائيليين بالإضافة إلى ذلك أما السيناريو وأفضل ثاني سيناريو بالنسبة للإسرائيليين هو أن تفشل هذه المفاوضات النووية أما أسوأ سيناريو وهو السيناريو الثالث بحسب لابد وزير الخارجي الإسرائيلي قال أسوأ سيناريو بالنسبة إلينا هو عودة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق عام 2015 وتنجاح هذه المفاوضات لذلك هناك الكثير من المراوغات والمناورات في هذا الصدد وتظل الأسئلة كبيرة جدا حول ما الذي سيجري في حقيقة الأمر في هذه المفاوضات المهمة جدا من هذه التصريحات السياسية ومن هذه التصريحات والتحركات العسكرية العالية جدا التي تهدد إيران بشكل كبير إسرائيل وتهدد حتى القواعد الأمريكية